بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 30 أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يكرر الطالب والطالبة العدد 30 خلف المعلم ثانيا أن يميز الطالب والطالبة العدد 30 ثالثا أن يصنف الطالب والطالبة مدلول العدد 30 رابعا أن يرتب الطالب والطالبة الأعداد من العدد 20 إلى العدد 30 خامسا أن يكتب الطالب والطالبة العدد 30 سادسا أن يستخرج الطالب والطالبة العدد 30 من بين عدة أعداد سابعا أن يحل الطالب والطالبة عنشطة الكتاب الدراسي أحباي الطلاب والطالبات في الدرس السابق تعرفنا على العدد 29 وفي هذا الدرس يا أحباي الطلاب والطالبات سوف نتعرف على العدد 30 إذن أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا سوف نتعرف على قصة يوميات صيد إذن سوف نتعرف في هذا الدرس يا أبطال على قصة يوميات صيد كان هناك صياد نشيط يخرج كل يوم مبكرا ويرمي السنارة وينتظر أن يصطاد عددا من الأسماك ويدعو الله أن يبارك له وفي يوم من الأيام قرر الصياد أن يكتشف أعماق البحر وماذا يوجد فيه وقام بلبس الملابس المخصصة للغوص ونزل لقاع البحر وأصبح يتجول ورأى عددا من الأسماك أريد منكم مساعدة الصياد في عد هذه الأسماك إذن هيا يا أبطال نساعد هذا الصياد على عد الأسماك والآن يا أصدقائي بعد الاستماع إلى القصة ساعدوني في العد سويا لنتعرف على العدد أحبايا الطلاب والطالبات إذن سوف نقوم بعد هذه الأسماك التي شاهدها هذا الصياد في قاع البحر إذن سوف تظهر الأسماك هنا على هذه الشاشة وسوف نقوم بالعد سويا إذن أحبايا الطلاب والطالبات رددوا معي إذن هيا نقوم بترديد العدد الذي سوف أذكره هنا لدينا سمكة واحدة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون إثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون إذن عدد هذه الأسماك هي ثلاثون أحبايا الطلاب والطالبات عدد الأسماك التي شاهدها هذا الصياد هي ثلاثون سمكة إذن كم عدد هذه الأسماك التي شاهدها الصياد يا أبطال أحسنتم ثلاثون أحسنتم يا أبطال أحبايا الطلاب والطالبات هيا نشاهد هنا هذه القطع قطع العد الحمراء إذن هذه القطع قطع العد هي تمثل عدد السمك الذي شاهده الذي شاهدها هذا الصياد إذن أحبايا الطلاب والطالبات هيا نقوم بعد هذه القطع قطع العد إذن واحد هيا نردد يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون أحبايا الطلاب والطالبات كم عدد هذه القطع يا أبطال هي ثلاثون إذن عدد هذه القطع يا أحبايا الطلاب والطالبات ثلاثون قطعة حمراء أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 98 في النشاط الأول إذن في النشاط الأول نشاهد هنا يا أبطال صل بين العدد على القميص الذي أمامك وما يطابقه إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذا القميص إذن لدينا هذا القميص إذن لدينا هذا القميص يوجد عدد على هذا القميص إذن العدد على هذا القميص هو ثلاثون أحسنتم إذن العدد على هذا القميص هو ثلاثون إذن أين العدد المطابق للعدد داخل هذا القميص إذن ها هو العدد المطابق أحسنتم ليس هذا هو العدد المطابق إذن هذا العدد هو ثمانية وعشرون إذن أين هو العدد ثلاثون المطابق للعدد داخل هذا القميص أحسنتم ها هو العدد ثلاثون إذن ها هو العدد ثلاثون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا يا أبطال صل بين العدد على الدراجة التي أمامك وما يطابقه إذن العدد على هذه الدراجة هو العدد ثلاثون إذن أين هو العدد المطابق يا أبطال أحسنتم ها هو العدد المطابق إذن العدد على هذا القميص هو ثلاثون إذن والعدد على هذه الدراجة هو العدد ثلاثون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا ضع خطا أسفل العدد ثلاثون إذن أحباي الطلاب والطالبات داخل هذا المثلث الأخضر يوجد عدد أحسنتم هو العدد ثمانية وعشرون وداخل هذا المربع الأزرق يوجد عدد أحسنتم هو العدد تسعة وعشرون إذن وداخل هذه الدائرة الصفراء يوجد عدد ما العدد يا أبطال؟ أحسنتم هو العدد ثلاثون إذن هو العدد ثلاثون أحباي الطلاب والطالبات داخل هذه الدائرة الصفراء يوجد العدد ثلاثون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر